اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين النهاردة جاي لكم بريفيو وحكلمكم فيه عن غسالة أطباق فرش كمان هقول لكم مميزات الغسالة وحقول لكم عيوب الغسالة وهقول لكم أنا فضلت أجيب الغسالة دي كان فرض وكمان هقول لكم السعر اللي أنا اشتريت بالغسالة كام بكام خليكم معايا طبعا شركة فرش منتجاتها بقت موجودة ومتوفرة في كل مكان طبعا الصيانة وخدمة العملة باقت فوق الممتازة أنا فضلت أن أنا أجيب غسالة أطباق فرش ثمان أفراد لإني كنت مرتبطة بالمساحة اللي أنا هحط فيها الغسالة ومكان اللي أنا هحط فيه الغسالة شركة فرش وفرت لنا غسالة فوق الممتازة بمعنى أن مكونات الغسالة دي مكوناتها كلها إيطالية 100% غسالة أطباق فرش كمان من مميزاتها أنها فيها رشاشين رشاش علوي ورشاش صفلي الرشاشين دول عشان يضمنوا توزيع المية بشكل كويس جدا داخل الغسالة كمان من مميزات الغسالة أنها فيها مؤشرين ضوئيين مؤشر خاص بالملح ومؤشر خاص بزيت التلميع مؤشر بتاع الملح ده بيعرفك أن كمية الملح قليلة داخل الغسالة لما بينور ومؤشر الزيت لما بينور بيعرفك أن برضو ما فيه الزيت بداخل الغسالة أنا ما بفضلش استخدام الملح كتير في الغسالة لأن إحنا بطبيعتنا المية بتاعتنا نسبة الأملاح فيها عالية لكن بفضل استخدام الزيت كل لما بينقص لازم أزوده لأنه بيساعد على الشطف وبيساعد على تنظيف الكبيات والكريستالات والكسات طبعا الغسالة دي فيها شبكتين شبكة علوية وشبكة سفلية عشان تستوعب أكبر كمية من الأطباق التكفيف والتعقيم بتاع الأطباق بيكون طبعا في نهاية البرنامج كمان من مميزات غسالة الأطباق أنها تميزت بست برامج أول برنامج فيها اللي هو البرنامج القوي وده بيستغرق 120 دقيقة أما البرنامج العادي فبيستغرق 115 دقيقة فيه بقى البرنامج اللي هو الاقتصادي ده بيستغرق 95 دقيقة وده اللي أنا على طول بشغل عليه الغسالة كمان فيه برنامج للشطف ده بيستغرق 50 دقيقة وفيه برنامج كمان للإزاز والكبيات والكريستالات ده بيستغرق 40 دقيقة آخر برنامج معايا اللي هو البرنامج السريع وده بيستغرق 30 دقيقة الغسالة دي من مميزاتها أنها بتشتغل على ضغط مية منخفض وكمان الغسالة دي من مميزاتها أنها فيها طبقتين ما بينهم مادة عزلة بيساعد على تقليل الصوت بتاع الغسالة خالص الغسالة دي ما بتسمع لهاش أي صوت وهي شغالة كمان الكبينة الداخلية بتاعتها والجزء الداخلي بتاع الباب ده مصنوع من مادة اللي استعلس كمان الغسالة دي فيها صفارة بعد ما بيخلص البرنامج بتاعها بتعمل صفارة ده بيعرفك أنها انتهى البرنامج فبتقومي تقفليها كمان أن الغسالة دي اتميزت كمان أنها موجودة بلونين في منها لون أبيض وفي منها لون فضي وأنا فضلت أن أنا جيب الفضي كمان من مميزات غسالة فرش أنها عملتلك زر تأخير بمعنى إيه؟ أن انت لو زبطة الغسالة على برنامج معين ومش حبة أن انت تشغليها دلوقتي فالزر ده عمل لك برنامج تأخير لتلات ساعات أو ست ساعات أو تسعة ساعات الغسالة دي أنا بصراحة من استخدامي ليها أنا ما شفتش فيها أي عيب غير أنها مش انفيرتر بمعنى أنها مش موفرة للكهرباء الغسالة دي كمان أنا هقول لكم أنا اشترتها بسعر كام الغسالة دي لما أنا اشترتها كان سعرها 6250 فاللي حابب يجيبها بالسعر ده أنا هسيب لكم في اللينك السعر والمكان اللي أنا اشتريت منه الغسالة لو عجبكم الفيديو هتنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب والدعوة الحلوة السلام عليكم